الليل 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 حكاية المنزيل والمخدة والهلال في حياته مكلثوم سر جلوسها ربع ساعة قبل كل حفلة منزيل ومخدة نوم من لازمينها في كل مكان ونص ساعة قفل على نفسها قضتها وبعدها ربع ساعة قعد على المصرح قبل كل حفلة كواليس وأسرار كتيرة من حياة الستم مكلثوم هنعرفها معك كبكة بالشرق أو الست سوم قول زي ما تقول هي في الآخر هرم من أهرامات الفن مش بس في مصر لا في الوطن العربي كله هي الستم مكلثوم اللي كتبت اسمها بحروف من نور في تاريخ الفن العربي اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي اتولدت في 31 ديسمبر 1898 باسم بلاوين بمحافظة قد أهلية وبدأت الغنى من داب الإنشات وهي طفلة صغيرة مع والدها وأخوها الكبير في الموالد والأفراح وفي عام 1922 انتقلت للقاهرة وكونت أول تخت موسيقى لها سنة 1926 ودي كانت نقطة انطلاقها لما تعرفت على الشاعر أحمد رامي ومن بعده الملحن محمد الأصابي التاريخ الفني والإنساني في حياة الست يحتاج حلقات وحلقات عشان بس تقدر تتكلم عنها لكن هناخد جزء وسيط من أكتر الحاجات الغريبة اللي كانت دايما بتلازمها في حياتها كشف الموسيقى رهانيم هنة في تصريحات تلفزيونية إن من بين تقوس الست قبل صعود المسرح كانت قراءة القرآن لمدة نص ساعة في غرفتها الشخصية وكانت بتخرج اللبيسة بتاعتها علشان تندمي وفي نفس اللقاء حكم هنة عن موقف يرجع به بالفضل للمكلثوم لما اشترق أرج كهربائي من أمريكا للعزف وتم الحجز عليه في الجمارك وتطلب الأمر استخرج تصريح من سبع جهات رسمية منها وزارة الاتصالات والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والإلكترونيات في بانها وقال كنت محتاج ولا عشر سنين عشان أخرجه من الجمارك ولما لجأت لها خرجت هولي بمكالمة تلفون من بين الإشاعات نقدر نقول التهم اللي كانت محاصرة أمه كالسوم هي إنها كانت بتتعامل بتكبر وتعالي مع المحيطين بيها وده اللي نفى تماما هانما وضح إن سبب الإشاعة دي إن الكل كان بيستغرب ليه سومة بتعود على الكرسي في مطلع الأغنية وكانوا فاكرينها بتتعالى على فرقتها الموسيقية وعلى الجمهور وكمل أمه كالسوم فصرت لي بنفسها السبب قالت لنا بعض لإن ما ليش دور في المشهد العزفين هم الأبطال الحقيقيين فببقى عايزة سوكسيك جمهور كله يروح له لحد ما ييجي الدور علي في الأغنية تخيل كمان إن الموكالسوم بكل شهرتها تقول لهانيم هنة هقولك على سر أنا كنت بتعم دعوض ربع ساعة في الأول عبالمة مالك أعصابي قدام الجمهور لإني كنت بحترم جمهوري لدرجة الخوف الخوف منه والخوف على تاريخي ومع ذلك كانوا بينتقدوني علشان طول مدة مطالع أغنية ما كانوش يعرفوا السبب وفاكريني باملى وقت الحفل وده بقى بيودينا لطقس تاني كان ملازم الست طول مسرتها وهو المنديل اللي كتير حاولوا يعرفوا سره لحد ما الست بنفسها في لقاء صحفي كشفت عنه وقالت كل ما الفنان بيكبر خوفوا من الجمهور بيزيد واحتراموا له وكمان رهبته منه أنا كنت مجرد مطلع على المسرح وأواجه الجمهور بتوتر لدرجة إن إيدي بتعرق فكنت بمسك المنديل منه أناشف عرق إيدي ومنه بالضغط عليه أحاول أهرب من التوتر وأتغلب على خوفي من الجمهور وعادة أخرى وليست أخيرة كانت بتحرص عليها كوكب الشرق عند السفر خاصة لو هتقدي أغنية جديدة وهي حملها لهلال خاص بيها من الألماز كانت بتتفائل بيه ليس من المعقول وليس من المقبول في نفس الوقت ومن بين الأسرار الطريفة في حياة كوكب الشرق اللي ما كانش كتير يعرفها وكشفها الدكتور محمد حسن الحفناوي نجل زوجها الراحل الدكتور حسن الحفناوي في لقاء نادر له لما قال إن من أغرب وأهم العداد اللي بتحرص عليها سيدة الغناء العربي في حياتها اليومية خاصة وقت السفر استحبها لمخدة النوم الخاصة بيها وعن المخدة قال كانت الست بتاخد مخدة النوم معها في كل رحلتها وكانت بتخصص ليها شنطة صغيرة عشان تحس إن نومها مستقر ومن بين العادات الخاصة بأكلات أم وكلسوم إنها كانت بتتجنب الأكلات الدسمة وبتفضل الوجبات الخفيفة فكانت تحدي أو الأكل البسيط وكانت بتعشق أكل الجبنة القريش والسريس